اليومي في تحضير الأكلة الشعبية التي تعتبر أكلة محبوبة لدى الجزائرين وخاصة سكان واد سوف وهي أكلة لخفافة إذن مشاهدين كما نشاهد في هذه الصور التي تأتينا مباشرة من واد سوف من محل إبراهيم خامسة من واد سوف الذي يقوم بتحضير وطهي الأكلة الشعبية التي يحبها جل الجزائريين وهي أكلة لخفافة لا بأس أن نربط الاتصال بإبراهيم صباح الخير إبراهيم إذن إبراهيم هل أنت معي؟ نعم مشاهدين الكرام إذن الخفافة المعروفة بأنها أكلة بسيطة لكن الكثيرين يرون أن سر النجاحها يكمن في التفاصيل التي يتم إعدادها بها إذن إبراهيم خامسة الآن مشاهدين الكرام يقوم بتحضير هذه الأكلة الشعبية سنحدثكم كذلك خلال هذه الفقرة عن شغافه بإعداد الخفاف ونتعرف منها على سر النجاح في صنعها وأهميتها في طراث الجزائري كما سنكشف بعض الحكايات التي تتعلق بهذه الأكلة التقليدية إذن إبراهيم صباح الخير ويومك موفق إبراهيم إبراهيم كيفاش أحكينا كيفاش كانت بداياتك مع صنع هذه الأكلة؟ نعم صباح الخير إبراهيم تفضل تفضل إبراهيم نحن في الاستماع لك الفضل إن شاء الله يبهل رب يبارك فيك رب يبارك فيك إبراهيم حكي لنا كيفاش كانت بداياتك مع صنع هذه الأكلة؟ على المباشر سيب هاي خليه على بانك الصوت وشيش ما خيم الياء نعم إبراهيم ركت ما في يا إبراهيم يبدو أن الصوت لا يصل إلى إبراهيم إذا مشاهدنا الكرام كما نشاهد في هذه الصور التي تأتينا مباشرة من واتسوف في فقرة أو حلقة جديدة من فقرة براكفست لإبراهيم خامسة المنحدر من واتسوف الذي يقوم بصنع الخفاف في أصباح الباكر وهي الأكلة الشعبية الجزائرية هذه الأكلة البسيطة والمحبوبة التي لها مكانة خاصة في القلوب حيث ترتبط بالكثير من الذكريات الجميلة سواء في المنازل أو المناسبات إذن هنا تتواجد ومقدمة نشرة الأحوال الجوية تتواجد معي هنا في الأستوديو هنا أعتقد أن أكلة الخفاف هي أكلة شعبية منتشرة في كامل طراب الجزائري بالفعل أصبح الخير لك طارق أصبح الخير لكل مشاهدينا يعني إنما طارق انتباهي في هذه الصور المباشرة هو كاس الشاي يعني أنا محبي شرب الشاي وأكيد يعني جميع الجزائريين نظن أنوا يحبوا يأكلوا الخفاف معها هي أكلت الخفاف هنا تأكل صباحا كذلك نازم كأس شاي معها كذلك هنا يعني يتماشى معها وأكيد يعني المناطق الغربية داي من الخفاف يتماشى مع الشاي نعم حتى في المناطق الشرقية هنا وأنا منحدر من المناطق الشرقية يعني صباحا من قلب الأوراس إذن هنا دائما في الصباح ناكلوا الخفاف مع الشاي نعم وهي محلات منتشرة منتشرة عبر كامل أطراب الوطني حتى خرج الوطن هنا نعم كثير يعني من الجالية الجزائرية في المهجر يعني دائما نقاول يبيعوا يعني الأكلات الشعبية ومن ضمنهم الخفاف والخفاف لديه مكانة خاصة في قلوب الجزائريين في هذا المهجر وحتى داخل الوطن هنا إذن أعتقد أنه إبراهيم خمسة معي الآن صباح الخير إبراهيم إبراهيم رأك تسمع فيي إبراهيم أو مع التحضيرات نعم هو يقوم الآن بتحضيرات روي حفظر في هذه الأكلة كما نشاهد هو يقوم الآن بقلوب درجة يعني شحاونا ما أسمعهوتي هو يقلي في الخفاف خفافي شهي هنا نظن نعو فيه اتصال معه نعم إبراهيم صباح الخير إبراهيم إبراهيم رأك تسمع فيي إبراهيم صباح النور رأك تسمع فيي إبراهيم مليح إبراهيم إبراهيم قلنا إبراهيم إبراهيم أنت العمل تاعك هو أنك تخدم الخفاف كل يوم بالمحل تاعك حكينا إبراهيم كيفاش بديد هذه المهنة سلام عليكم أشهد صباح النور عليكم أشهد نعم صباح النور الله يسلمك هذه الحرفة بديدها مع الوالد الله يرحمه ويحسين الله وكيفاش كانت بدايتك حكينا كيفاش كانت بدايتك مع هذه الحرفة كانت صعبة عليك مع الأول كيفاش حتى وصلت مرحلة هذه أكيد كون يعني منذ طفولة بديدها مع الوالد من منذ طفولة نعم والوالد الذي علمنا نعم 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 ما هي المكونات الأساسية التي يعتندها في تحضير الخفاف؟ نعم إبراهيم زميلة نعم 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 النطاير من قبل من قديم الزمان النطاير نعم 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 هذا الشيء حميث هذا الشيء خلطنا الشيء حميث هنا كما كنا نحضر مطبيلة الشيء الخفاف يتمشى مع الشيء أكيد أنا من محبي الشيء نعم كذلك أنا هنا من عشاق الشيء إذن في هذه اللحظة يعني في نفس المحل يبيعوا الخفاف ويرفقوا معها الشيء يعني يتمشى نعم هي الأكلة الصباحية اللي راهي معروفة جداً كما قلنا قبل قليل معروفة جداً يعني حتى هنا في العاصمة حتى هنا في العاصمة حتى زملاء الصحفيين لديهم حب للخفاف الكثير من الصحفيين يومياً يتوجهوا نعم يعني محلات معينة يعني محلات معينة يعني محلات معينة نعم 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 يعني فقط نقول المشاهدين أنه في ملكة مثل هذه الواجبات يعني بها الكثير من الدوسم نعم فيها كثير من الدوسم لكنها محبوبة هنا من قبل الجزائريين إبراهيم الخفاف إبراهيم هل أنت معي نعم نعم الخفاف هي أكلة محبوبة للكثير ربما بزاف جزائريين يحبوا هذا الأكلة رغم أنها بسيطة لو تخبرنا عن الخطوات يعني كيفاش تخدم انت الخفاف كيفاش نخدم الخفاف نعم نخدم الخفاف نعم 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 هنا هو يقول انه كين انواع من الشفاف عاديا شفنا نعم يزيل دو يعني نخفاف بقلب اللوز او نعم نعم كذلك هو يبيع بقلب اللوز نعم نخفاف بقلب اللوز نعم نعم يعني كل واحد كيفش يحبي يأكل الخفاف ولكن المعروفة لدى كل الجزائريين انه الخفاف العادية ليس تطبير ليس تطبير ليس تطبير يعني أنا نفضل انه يكون الخفاف عادي وحده بدون اضافات كما هو معروف كما هو معروف يعني اكيد يعني كل منطقة تختلف على منطقة كل واحد ايضا كيفش يحبي يتناوي يعني يعني الوجبات تطبير التنوع فقافة الكين في جزائر هنا تنوع فقافة كبير يعني حتى اللهجات من منطقة المنطقة تختلف كثير يعني المتزوف مثلا البسكرة لهجات هنا تختلف من بسكرة الخنشلة التي تبسها سوق هراس غالما حتى العنابة الجيجل كذلك لهجات مختلفة تماما ولكن شيء اللي كاين يجمع كل جزائريين هو أنه هذه الأكلة الشعبية البسيطة هي أكلة يحبها كل جزائريين ويفضلها يعني من الكبير لصغير ناعم الكبير لصغير انا جبناكم تاني اليوم جبناكم البسكرة عبدالله المناعي ناعم ها شرفنا اليوم بالحضور الشعب مرحبا به لتذكير مشاهدين الكرام هذه الصور تأتينا مباشرة من محل إبراهيم خامسة بواد سوف لصنع الخفاف الأكلة الشعبية التي تعتبر من بين الأكلات المحبوبة لدى الجزائريين الأكل المسمى بالخفاف هذه الأكلة البسيطة والمحبوبة لها مكانة خاصة في القلوب بحيث ترتبط بالكثير من الذكريات الجميلة سواء في المنازل أو في المناسبات إذن كما نشاهد في هذه الصور المباشرة والحية حدوم الفنان الكبير المعروف في ود سوف يبدو أن هذه الأكلة لها شعبية كبيرة بالنسبة لي في الجزائريين وخاصة سكان ود سوف وهو ما تعكسه هذه المشاهد التي ننقلها لكم مباشرة من ود سوف من محل إبراهيم خامسة إذن مشاهدنا الكرام هذه هي صور المباشرة والحية تأتيكم مباشرة من ود سوف من محل إبراهيم خامج خامسة الذي يقوم بتحضير وصنع الأكلة اللذيذة والشهيرة الأكلة الشعبية المعروفة لدى الجزائريين والمسمات بالخفاف هذه الأكلة البسيطة والمحبوبة التي لها مكانة خاصة في قلوب الجزائريين داخل وحتى خارج الوطن حيث ترتبط بالكثير من ذكريات الجميلة سواء في المنازل أو المناسبات إذن إبراهيم خامسة يقوم بشكل يومي ودوري بتحضير هذه الأكلة الشعبية بمحله المتواضع بولاية ود سوف إذن إبراهيم خامسة شكرا لك على كل ما قدمته شكرا لك على حضورك معنا في هذه الصباحة أصب في الحلقة الجديدة من فقرة بريك فست نعم مناعي هو الآن في هذه نعم عبد الله المناعي في هذه صور والمباشرة الفنون الفمان المعروف في واد سوف فهو الآخر يبدو أنه من عشاق هذه الأكلة الشعبية المسمات لخفاف نعم سي عبد الله المناعي مرحبا بك ها قل حال صباح الحي إهلي اقمار صباح النور سي اهلا وسهلا مرحبا بكم صباح النور قل حال يبراهيم باهي يسمى باهي والصديقي العزيز عبد العالي ان عارف كل الاهل اقمار يعرفون صدقتي بعبد العالي كيفاش كل حال نشكركم كل جميعا وما نشي ضيوف اليوم في قمار وما نشي ناس من ولا ما بين الجود والأجواد وبين الخلال والهلا جينا شوفنا قمار كذا مرة وتمتعنا في العمر دالا بباهم زين باهم زين بباهم زين بالفطاير قمار والشباب له ميالة كل حال نشكركم جميعا الناس كل اللي دعا ليراية مثلا مثلا تقامتها التغطي هذه ولكن يعني بالمناسبة ثانية نعطي ندال للجمهور الجزائري والجمهور خير الجزيرة لأنني أنا أكون حالي في صحة جيدة والحمد لله نعم سيد المناعي حضورك اليوم اليوم راك نشوفه فيك راك نعم سيد المناعي اليوم نشوفه فيك راك نعم اليوم راك في محل تاع إبراهيم خامسة بشتاكل الخفافها نحن كامل من عشاق أكلة الخفاف الأكلة الشعبية يبدو أنك كذلك من عشاق هذه الأكلة لو تحكي لنا شوية على هذه الأكلة في ويد سوف على كل حال هذه الأكلة هي قدمة من الأطراك نعم وصلت إلى تونس ومن تونس جات لهنا إلى البلاد على كل حال لكن كان بقبل اليوم كان هنا جماعة تغمى رأسا هم نطيبة الفطير هنا في الواد و بعد جاء كرباطي و بعد جاء توصلت لقمار وقمار كان مثلا عبد العالي ثاني حتى وكان قديم هنا في الصرحة هذه تاع الفطير نعم ولكن لحالة لكل حال الفطير أنا هنا تشبه تشبه كثير للفطير تونس تاع قمار شبه كثير ليش الفطير لا تنتهزش الزيت إذا لم تنتهزش الزيت مثلا. على كل حالة نشكره على خضاء الصنعة من عند مباهة واللي مات ماذا؟ الحياة دمى حي حي. اللي عندها صنعة دمى حي. على كل حالة نشكره جميع الشكر يعطيكم الصحة. بارك الله فيكم. وانا تروح نذوقوا الفطير بعد نذوقوا وذوقواها. أنا على كل حالة اني في الرجيم حاليا. نعم راك في الرجيم وما قدرتش. سيمناعي راك في رجيم وما قدرتش ما تاكلش الخفاف كل صباحة. مش كناكل مش كناكل. نعم. مش كناكل. على كل حالة جمهور هذا اللي نتفرج فينا رب يعطي الصحة. نظر نراه هذي مثلا دليل على نجاح هذي الفطيري هذا. هذا دليل ان الفطيري نجح. سواء كان مثلا بسرعة او او كذلك مثلا بسيرته الحميدة. على كل حالة نشكره جماعة اهل غمار المتكبينة مثلا حوالينا. وانا كذلك عندي اصدقائي كثير في غمار. وعندي رأس كثير في غمار. ولكن تأسف العرس الجاي ممكن 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 ما نقدرش نعمل حركة ونعمل ممكن نغني غنية. ممكن. معنكم الحالة نشكركم جميع الشكر. وفي الأمان يعطيكم الصحة. شكرا شكرا. يعطيك الصحة سي عبد الله المناعي الفنان من وادسوف. شكرا لك على كل التفاصيل المقدمة. وكذلك نتقدم بشكر ليبراهيم خامسة صاحب محل لصناعة الخفاف الأكلة الشعبية المحبوبة لدى الجزائريين. إذن مشاهد